الشعب يريد إسقاط التطبيع وعبر وقفات متعددة في أكثر من مدينة لماذا؟ لأن اليوم تعجز حقيقة الكلمات عن الحديث حول ما يجري اليوم في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة الصامدة تعلمون بأن الدماء بلغت إلى حد الركب المقاومة الصامدة والجيش الصهيوني انهزم في هذه المعركة انهزم يوم السابع من أكتوبر عام 2023 وانهزم في 33 يوما من النزال في غزة الكرامة في غزة الصامدة المقاومون يلتحمون بالجنود الصهاينة على درجة الصفر ولذلك نحن نقول اليوم بأن غزة انتصرت والجيوش الصهيونية انهزمت وانهزمت معها أمريكا التي دعمتها ووفرت لها الغطاء الكل في هذا العدوان الغادر الذي ذهب بالأطفال، ذهب بالنساء، ذهب بالشيوخ كذلك تم تدمير المستشفيات، المدارس إذن نحن أمام إبادة جماعية، نحن أمام مجازر إنسانية ولذلك نحن نطالب اليوم بأن تتحرك روسيا والصين لوقف هذه المجزرة لا نتحدث عن المجتمع الدولي، المجتمع الدولي تواطع ونقول للصين ونقول لروسيا يجب أن تتحركوا لوقف هذه المجازر اليوم لأن النظام الدولي يجب أن لا تبقى الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها على رأسه يجب أن يكون النظام الدولي متعدد القوى ولذلك بدون الصين وبدون روسيا ستضيع العديد من مصالح الإنسانية جمعاء تحركوا قبل فوات الأول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نبدأ هذه الوقفة أمام البرلمان مرة أخرى بعد المسيرات المليونية وبعد الوقفات المختلفة في مختلف المدن لكي يجدد الصرخة باسم الشعب المغريبي وقواه الحية لنقول ها هو شهر يمر من المجازر والمحارق وجرائم الحرب وجرائم تطهير العرقي بحق إخواننا الفلسطينيين من الأطفال والنساء والشيوخ والمدنيين العزة من طرف جيش الحرب الصهيوني وعصابة مصفوطنه وما يزال مكتب القتل مفتوحا في الرباط هذه فضيحة أخرى تتواصل يوما بعد يوم الشعب المغربي ينتظر ماتا أيها المسؤولون تنزلون ببلاغ رسمي ونهاء استجابة لانتظار الشعب المغربي الانتظار حسب الأولويات للشعب المغربي وإغلاق مكتب الجواسيس والقتل المتآمرين فيما يسمى بمكتب الاتصال الصهيوني بالربط فهل أنتم فاعلون أم أن الشعب المغربي لا يعني لكم شيئا أم أن شرف المغرب لا يعني لكم شيئا والمغاربة هذا السؤال بذمتكم يوما بعد يوم كلما تواصل فتح مكتب القتل في مكتب الاتصال هذه هي رسالة هذه الوقت وكلنا في دافيدة في دافيدة في الستين الساميدة وكلنا في دافيدة في الستين الساميدة بسم الله الرحمن الرحيم هذه وقفة من إحدى الوفقافات والفعاليات المتواصلة التي تنظمها مجموعة العمل الوطنية من أجل إبلاغ رسائل متعددة الأولى هي للشعب الفلسطيني لمقاومته الباسلة التي انتصرت يوم 7 أكتوبر وما زالت تنتصر على الكيان الغاصب في كل يوم بصمودها وثبتها وثبت الشعب الفلسطيني رسالة أن الشعب المغربي يقف صفا واحدا لدعم هذا الشعب إلى حين نيل حقوقه المغتصبة وإلى حين تحرير أرضه وعاصمتها القدس الشريف الرسالة الثانية هي إلى هذا الكيان الوحشي الهمجي أنه آين للسقوط وأن ما يقوم به من مجازر بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية ومن عدد من الدول الغربية لن يؤول إلى النجاح ولن يكون يعني ما قاله إلا الهزيمة وستنصر إرادة الشعوب وإرادة الأمة الإسلامية في تحرير أرضها الرسالة الثالثة هي إلى دول مطبئة عموما وخاصة بلدنا الذي ندعو مسؤوليه إلى التراجع عن كافة الاتفاقية المبرمعة مع هذا الكيان وقطع الاتصالات به وأيضا إغلاق مكتب الاتصال والتراجع عن كافة هذا المصار لأنه خاطئ وقد بيّنت الإحداث خطأه وأنه لن يؤول إلى نجاح مرحيم هذه الوقفات التي استطارتها بجمعات العمل الوطني من أجل فلسطيني يوم الأربع ويوم الجمعة يسأس في الديناميات والفعاليات المرتبطة بالسينكار يعني العدوان الوحشي الإجرامي الذي تقوم به الآلة الصهيونية التي تلقى الصهيونية بغطاء أمريكي والدول الأوروبية اليوم نحن مستمرون في الخروج مستمرون في المسيرات مستمرون في السينكار مستمرون في توعية الشعب المغربي وفي بناء وعي مقاوم من تجاه القضية الفلسطينية وأظن على أن المقاومة الفلسطينية اليوم بقيادة كثائب عزدي القصام تحققه نصرا بعد نصر استراتيجي واليوم نحن في حاجة إلى دعمها نحن في حاجة إلى توجه إلى الرأي العام الدولي من أجل إيقاف الحرب العالمية على منطقة صغيرة وهي منطقة غزة وعلى فصيل مقاوم صغير جدا وهو كثائب عزدي القصام ولكن كبير في مهمته نيابة عن الأمة في مقارعة ومحاربة الكيام الصيوني واليوم الشعار دينا هو اليوم على كل الحكومات العربية والإسلامية وفي مقدمتهم الحكومة المغربية على أن يسقطوا مصارة الطبيعة وأن يتوجهوا إلى الضغط على المنتظم الدولي من أجل فتح المعابر ومن أجل تقديم الدعم الإنساني لأن اليوم رغم تجوية رغم التعطيش رغم القتل رغم التهجير رغم الإبادة الجامعية فالمقاومة ستنتصر بإذن الله وهي اليوم ترسم مصارة حرير بإذن الله الغزة السامدة وكلنا في دا في دا الغزة السامدة الغزة السامدة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر